ومعانا أمت الله من الجيزة علي وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام يا فان جاز الله حضرتك كل خير عننا وعن يمسلنا أجمعين يا رب ان شاء الله يا رب أنا وأنتم يا رب رب نمبرك لحضرتك لو سمحتكم بالنسبة لبنتي متزوجة زوجة مرتبة قليل دلوقتي يجوز ان انا اطلع الجزء من الزكاة بتاعتي لمصاريف مدارك الخاصة لما اولادها فيها اذا كنت انت حضرتك هتروح تدفعي المصاريف المدارس الخاصة لأولادها فده مش من الجزء الممنوع اللي هو سهم الفقراء والمساكين انت هتدفعي كده في سهم في سبيل الله احنا عندنا تمن مصارف من مصارف الزكاة عندنا فكده انت وبتدفعي التعليم التعليم ده التعليم من مصارف في سبيل الله لان حديث سيدنا ابو ريرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة النساء من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع فبقى في سبيل الله حكتين في الجندية وكمان في مسألة طلب العلم فانت لو عتدفعي لهم مصاريف المدارس يجوز ان انت تدفعي لهم مصاريف المدارس من هذه الجهة مش ان انت عتدد الفلوس لأولادك كده لا انت بتدفعي لهم مصاريف المدارس باعتباري ان ده نوع من الانواع في سبيل الله استاذة لوجين من البحيرة عليكم سلامة كاتو عليكم سلامة كاتو تفضلي يا استاذة لوجين لو سمحت وانا عايز اسأل سؤال تفضلي هو دلاتي مثلا لو لوحدها خرجت سر البيت مش سر البيت مشاكل حصلت دينا وبنقوسها مثلا لولديتها هل ده مثلا حرام وده اسأل الاول بس هي مش سر البيت يعني انا كان ديابنتي وكنت بحكي لها وهي توفار له كانت لسا تفضل توفار له عندها سنة وكنت بسرح ان انا بحكي لها في المساكل بقى حصلت مثلا بين ابن كوزي فاعتارت ان انا احكي لولديتها ان انا حاسة ان انا مخنوة او ان انا مضايق او راح دلو كنت بحكي لها خلاص راح دي حاجة الحاجة التانية يعني ان انا اخد قرار مثلا طلاق ان انا بحس مع بالخوف ودائما حاسة بالخوف خايف انه يمددوا علي بنت حاجة توفيت من قد ايه فاند نعم بنت حاجة توفيت من قد ايه ايه اتوفيت بالظبط دلوقتي بقى لها طلاق شهور طيب اول حاجة انا عبتدي بالسؤال التاني عبتدي عبتدي لك بالسؤال التاني اللي هو قرار الطلاق لا ما تخديش قرار الطلاق ابدا في هذه المدة هذه القرارات اي قرار مصيري واي قرار صعب واي قرار مهم واي قرار فيه تغيير لما ياخدوش الانسان وتحت طائلة الصدمة اولا ان ربنا ان شاء الله يدخلها في سيح الجنات واطمئنة هي عند الرحيم عند اللطيف عند الودود هي كل الحكاة بس تفهمي ان فيه فيه خط وفيه باب بينك وبينها احنا في الحياة دي الحياة دي مش مغلقة عن الحياة البرزخية احنا ممكن يبقى بيننا صلة وبين احبابنا اللي انتقلوا اللي هزي الحياة وبنصحك ان انت تشوفي حضرتك حلقة مبارح الكلام عن الفقد الكلام ده مهم جدا ان احنا نعرفه الحقائق دي بتطيب القلوب شوية فانت دلوقتي ايه اللي حاصل انت بتعملي الكلام ده فعلى طول بقولك ما تخديش اي قرار في الوقت ده خالص ليه لان احنا لابد لكي نزن الامور لابد ان نكون في حالة اتزان احنا دلوقتي في حالة اضطراب اضطراب ما بعد الصدمة اضطراب ما بعد الفقد اضطراب ما بعد واضح في الاسى في كلام حضرتك فما تخديش اي قرار في ده والامر التاني ان انت عشان تاخد القرار ده لازم ترجع للخبر ما ينفعيش تاخد القرار ده من نفسك السؤال الاولاني بقى اللي هو سؤال لما حد ييجي يحكي لو الشخص ده في حالة هو مضطر ان هو يحكي يحكي لحد ما يعرفش الاسرار ما يعرفش ان الشخص بتاعه اللي بيحكي لهم دول يعني هو لو محتاج لتنفيس الاولى ان هو ما يروحش ينفس احنا عندنا بس المسألة متلقبطة شوية لان هو لما يروح يحكي لأهله يعيب عندنا تلات مشاكل المشكلة الاولانية ان هو الزوج بيعتبر ان هي كده فضحته الحاجة التانية ان هو لما تحكي لأهله تحكي لأهلها الامر التاني ان هي بتفسد العلاقة بينها وبينهم الحاجة التالتة ان الاهل في كتير من الاحيال ما بيقوش جيها محايدة طيب اذا لقينا حد حكيم اذا كان هو والدة حديك بتوصف بالحكمة وبتوصف بكادم السر وبتوصف بان هي شخص متزن ما بيتأثرش بده وعارف تباقع البشر احكي لها لكن لو هيحصل حاجة من التلاتة دولة لان انا مراعي كمان في فتوتي دي مراعي حالتك النفسية ان انتي محتاجة حد تنفسي معاه وإلا احنا هنتعرض لمشكلة طيب الحل التاني هو ايه ان احنا نروح لحد اخصائي نتكلم معاه لان انا رافض ان مشكلتك هي فقط نقطة ان انتي عايز حد تحكيله لكن عندك مشكلة تانية وهي مشكلة مين كان السبب في وفاة بنتي انا اظن ان ده محتاج ان احنا نتكلم مع اخصائي فانا رأيي اذا كانت والدتك بتوصف بالصفات دي اهلا وسهلا وما يكونش فيها نوع من انواع ازهار النقائص في الزوج ولا اي حاجة ده طلب ان انا اعمل ايه في المشكلة دي فاذا كان فيها هذه الصفات اما لو ما كانش فيها الصفات دي ما تعملش كده وروح لاخصائي استاذة ملك من القاهرة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله الحمد لله انا كنت اتصلت قبل كده من فترة وخدت رقم تريفون حضرتك وبتصل بيكم ويه بترد عليك حاضر اتصل بيه على طول بعد الهوى وارد على حضرتك لان واضح ان حضرتك طلبة سؤال خاص فحاضر اعجابه بقى حضرتك على طول معنا مين استاذة نعمة من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك في حضرتكم بس خلينا اقول بس حاجة نقطة لطيفة خالص بس انا بقى يعني التلفونات احنا متلقى انا شخصيا متلقى يجي 300 تلفون في اليوم فلازم نعرف بس ان ايه في اوقات ممكن ما ردش على التلفون لكن في اوقات تانية فلازم نصبر شوية معلش تفضل يا استاذة نعمة وتحضرتك انا جوزي عصبي جوزي عصبي ماشي كلما اتكلم معا كلمة بتعصب علي بس او انا بتخنق هو بتعصب ما هو كده هو بتعصب وانت بتتخنق هو بتعصب وانت بتتعصبي ما ده انت بتتخنق احنا جين بتعصبه على بعض فانا ايوة كده 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 تتفاهم فاذا انتو دخلتوا في دايرة جهنمية ما بتنتهيش هو يتعصب فانت اتعصبي فانت اتعصبي فهو يتعصب فيبقى فيه عنف بقى اه وكتت حطل قبل كده انا ترابط منه الطلاق بس هو حاول يراغيني الصراحة بس انا مش مرتاحة يبقى المساء مش انه بيتعصب بس يعني فيه حاجات تانية غير بيتعصب احنا انا قعدت بيتعيلة وفي مساكل وكده ايوة كده يبقى احنا عايزين نقول بقى ايه اولا ما تطلبش الطلاق ما تطلبش الطلاق خالص اول حاجة لازم تعمليها تدوري على حد يحللكم مشكلاتكم ماشي يا ست نعمة طيب يعني ايه حد يحللكم مشكلاتكم ناس من الحكماء يتدخلوا يحلوا مشكلة طب ما فيش انصنف ده من الناس اتفضلوا على دار الافتاة المصرية في مركز الارشاد الزواجي انتو الاثنين وان شاء الله فيه حلول كتيرة احنا عندنا قاعدة بنقولها دايما ربنا خلق المشكلات عشان تتحل باكثر من طريقة لان الله ما انزل لداء الا وانزل له دواء يبقى عندنا مشكلات بتتحل باكثر من طريقة فشرفونا ويكون ده الافضل لان الحقيقة ان موضوع احنا عندنا شوية اقول لكم شوية حاجات من غير ما حد يزعل عندنا الايام دي واحنا بتتكلم عن الوفاء الزوج عندنا الناس بقى عندهم سهل الاو الطراء ليه بقى سهل الاو الطراء هم شايفين ان كلنا بنكسب السيد بتشتغل والرجل بيشتغل وكأن احنا كنا متجاوزين عشان الجواز ده شرك الحقيقة الجواز مش شركة خالص والله الجواز مولود جديد ممكن نقتله وممكن نكبره وممكن يتملي نور وبقى يملح حياتنا نور وبرك بلاش يا سادة تقتله الجواز بان انتو داخلين تجربة واذا ما نجحتوش في اولها يبقى التجربة فشلت ونفك الشركة لان انا ما حصلتش الربح اللي انا عايزه ده مش معنى الجواز وده مش الجواز اللي احنا بنعيشه مع سيرة حضرة النبي مش ده الجواز اللي بيعيش به حضرة النبي مع السيدة خديجة ويفضل ممتن ليها ويفضل وافي ليها ده مش بس كده ده يفضل عايش معاها ومع جمال اخلاقها وصفتها حتى بعد انتقالها ونفس الكلام يعيشه مع السيدة عائشة يا سادة الوفاء ما بيحصلش غير لما نعيش الجواز بحقه حقيقي على انه مولود جديد ونحفظ على المولود ده ونحاول كمان ان المولود ده يتميلي خير وبركة خلونا دايما ما نبصش على ان الجواز ده حصل لنا الربح على قد اللي دفعناه ولا لا خلينا نعيش ان الجواز حياة وميلاد جديد لقلوبنا عشان نعيش بالوفاء وحقق يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي اللهم يا رب اجمعنا بحضرة النبي اللي علمنا درس الوفاء واخد بيدينا في سيرته عشان نتعلم ان اجمل حاجة في جوازنا وان يبقى فيه معاني وقيم بيغرسها كل واحد فينا في قلب حبيب وزوجه يا رب اجعلنا دايما من الاوفياء واجعلنا مع خير الانبياء صحبة واكتبوا اسماءنا في الاولياء يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين